بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة تطوير الخدمات التعليمية ترحب بكم وتقدم لكم درسا من دروس النحو والصرف المستوى السادس المسار الأدبي للصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني وموضوع درسنا هو صيغ المبالغة وسنتناول عملها وحكمها مع معمولها يعد هذا الدرس ويقدمه محددكم إبراهيم الفهيد نبدأ على بركة الله نستعرض أهدافنا سنتعلم اليوم ونتذكر أوزان صيغ المبالغة ونبين عمل صيغ المبالغة ونوضح شروط عمل صيغ المبالغة ونبين حكم صيغ المبالغة مع معمولها وفي الختام عزيزي الطالب توظف صيغ المبالغة في التعبير الكتابي والشفه نبدأ تمهيدنا بتعريف لصيغ المبالغة قلنا سابقاً أنها صيغ تدل على المبالغة والتكثير من الفعل المبالغة أو صيغ المبالغة لها أوزان عدة فما أشهرها لاحظ معي هنا هذه كلمات تدل على المبالغة والاكثير من الفعل غفور ومنحار وسميع وصبار وقنع كل كلمة لها صيغة خاصة أو لها وزن خاص بها فغفور هنا جاءت على وزن فعول أما كلمة منحار فوزنها صيغة مبالغة جاءت على وزن مفعال سميع صيغة مبالغة جاءت على وزن فعيل أما صبار فهي صيغة مبالغة جاءت على وزن فعال وأخيراً كلمة قنع صيغة مبالغة جاءت على وزن فعيل إذن صيغ المبالغة أوزانها خمسة أو أشهرها خمسة على وزن فعول ومفعال وفعيل وفعال وفعيل ننتقل إلى نشاط التعلم ودرسنا صيغ المبالغة ونتناول عملها وشروط عملها وحكمها مع معمولها نبدأ ما عمل صيغ المبالغة نقول هنا تعمل صيغ المبالغة عمل فعلها ماذا يعني ذلك؟ عندما نقول الفعل شكر شكر المؤمن ربه فالفعل هنا شكر يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً به عندما نأتي بصيغة مبالغة من الفعل شكر نقول شكور إذن صيغ المبالغة تعمل عمل فعلها فترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً به لأنها مشتقة من الفعل هنا المؤمن شكور ربه صيغة المبالغة شكور وفعلها شكرة قلنا قبل قليل أن الفعل شكرة رفع فاعلاً ونصب مفعولاً به فصيغة المبالغة تعمل عمل فعلها إذن سنبحث هنا عن الفاعل والمفعول به لصيغة المبالغة نعرب هذه الجملة فنقول المؤمن شكور ربه فالمؤمن هنا مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره أما شكور فهو خبر المبتدأ مرفوع بالضمة هنا انتهت الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر الآن نبحث عن ماذا نبحث عن فاعل ومفعول به لصيغة المبالغة أين الفاعل وأين المفعول به بالتأكيد الفاعل سيقع بعد صيغة المبالغة فنقول وفاعل صيغة المبالغة ضمير مستتر تقديره هو فشكور هو أما المفعول به لصيغة المبالغة فهو كلمة ربه مفعول به لصيغة المبالغة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هذا هو عمل صيغ المبالغة فترفع فاعلا وهنا ضمير مستتر وتنصب مفعولا به صيغ المبالغة تعمل عمل فعلها بالشروط السابقة في اسم الفاعل لعلكم تذكرون أو تتذكرون متى يعمل اسم الفاعل عمل فعله أو ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في اسم الفاعل لكي يعمل عمل فعله نقول هنا حالات عمل صيغ المبالغة إذا اتصلت بها أل فلها حالة وإذا لم تتصل بها أل أيضا لها حالة أخرى فإذا اتصلت بها أل فإنها تعمل بدون شروط أما إذا لم تتصل بها أل تعمل ولكن بشروط نأتي الآن إلى الحالة الأولى إذا اتصلت بها أل فتعمل بدون شروط ومثال ذلك المنحار إبله كريم أين صيغة المبالغة هنا هي كلمة المنحار والمعمول هنا هو إبله لماذا كلمة المنحار أو صيغة المبالغة المنحار عمل فعلها بدون شروط لماذا لأنه انتصرت بها أل فترفع فاعل وتنصب مفعول به وهنا إبله معمول لإسم أو لصيغة المبالغة أما إذا لم تتصل بها أل فتعمل ولكن بشروط أولا أن تسبق لا بد أن يسبقها أمر ما لاحظوا هنا ما سميع دعاء المظلوم إلا الله صيغة المبالغة هنا سميع عملت عمل فعلها ولكن بشرط ما هو هذا الشرط أن تسبق بماذا هنا ما هذه ماذا نسميها أن تسبق بنفي فما هنا جاءت نفي سبقت صيغة المبالغة فعملت عمل فعلها ولاحظوا هنا صيغة المبالغة ماذا لم تتصل بها أل الحالة الثانية هل منحار إبله كريم هنا كلمة منحار مجرد من أل ولكنها عملت عمل فعلها فما الذي أو ما الشرط الذي تحقق حتى عملت عمل فعلها سبقت بماذا هنا هل وهي استفهام الحالة الثالثة يا شكورا ربه لا حرمت الأجر شكورا هنا صيغة مبالغة مجرد من أل ولكنها عملت عمل فعلها والشرط الذي تحقق هنا هو أنها سبقت بماذا هنا يا هذا حرف ماذا نسميه حرف نداء إذا لم تتصل بصيغة المبالغة أل فإنها تعمل بشروط وتشترط أن تسبق بنفي أو استفهام أو نداء كذلك إذا لم تتصل بها أل فأيضا يشترط أن تقع ماذا موقعها العرابي يشترط أن يكون لاحظوا هنا المؤمن شكور ربه فشكور هنا جاءت مجردة من أل ولم يسبقها نفي أو استفهام أو نداء ولكن ما موقعها العرابي الذي سمح لها بأن تعمل عمل فعلها نقول هنا وقعت خبرا فالمؤمن هنا مبتدى وخبره صيغة المبالغة شكور وخبرا هنا للمبتدأ أو خبر إنا وأخواتها أو كان وأخواتها أيضا الموقع الآخر الذي يسمح للصيغة المبالغة بأن تعمل عمل فعلها بدون أل رأيت مؤمنا شكورا ربه شكورا هنا تعمل عمل فعلها ما موقعها الإعراب لاحظوا هنا رأيت مؤمنا شكورا ما صفة هذا المؤمن صفته بأنه شكور إذن شكور هنا وقعت صفة للمؤمن أيضا الموقع الثالث رأيت المؤمن شكورا ربه فشكورا هنا ما حال المؤمن عندما رأيته حاله شكورا ربه إذن هي حال قد يسعى السائل منكم يقول ما الفرق بين الصفة والحال نقول هنا الصفة جاءت تابعة للموصوف فالموصوف هنا مؤمن نكرة والصفة هنا جاءت نكرة أما الحال فدائما صاحب الحال يكون معرفة والحال النكرة منصوبة الخلاصة نقول هنا إذا لم تتصل بصيغة وبالغة أل فيشترط أن تسبق بنفي أو استفهام أو نداء فإذا لم تسبق بنفي أو استفهام أو نداء يشترط أن تقع خبرا سواء لمبتدأ أو لحرف ناسخ أو لفعل ناسخ أو أن تقع حالا أو أن تقع صفة في هذه الحالة إذا توفرت هذه الشروط فإن صيغة المبالغة تعمل عمل فعلها فترفع فاعلا وتنصب مفعول به ما حكم صيغة المبالغة مع معمولها نقول هنا حكم صيغة المبالغة مع معمولها يجوز في معمول صيغة المبالغة إذا تلاها مباشرة أن ينصب على أنه مفعول به متى ذلك إذا كانت صيغة المبالغة منونة ومثال ذلك الكريم من حار إبيلة فمن حار هنا صيغة مبالغة جاءت منونة تنوين الضم ويمكن أيضا تنوين الفتح وتنوين الجر إذا نقول هنا معمول صيغة المبالغة هو إبيله جاء مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأن صيغة المبالغة هنا منونة ويجوز أيضا أن يجر المعمول بالإضافة متى ذلك إذا كانت صيغ المبالغة مجردة من التنوين فنقول الكريم من حار الإبلي فالإبلي هنا تعرب مضاف إليه لماذا هنا؟ لأن صيغة المبالغة جردت من التنوين وجاءت ضم دون تنوين ننتقل أعزائي الطلاب إلى تدريبات على صيغة المبالغة وعملها وحكمها مع معمولها سؤال الأول استخرج صيغة المبالغة وحدد معمولها البار وصول أقاربه أين صيغة المبالغة في هذا المثال؟ نقول صيغة المبالغة هي كلمة وصول على وزن فعول أين معمولها؟ البار وصول أقاربه إذن معمول صيغة المبالغة وأقاربه في الجملة الثانية محمد مكثار العطاء أين صيغة المبالغة وأين معمولها؟ نقول هنا صيغة المبالغة على وزن مفعال وهي كلمة مكثار ومعمولها هو العطاء المسلم تراك لهو الحديث أين صيغة المبالغة هنا؟ صيغة المبالغة على وزن فعال وهي كلمة تراك ومعمولها هو لهو الحديث في الجملة الأخيرة إن الله سميع دعاء المظلوب أين صيغة المبالغة هنا؟ جاءت على وزن فعيل هي كلمة سميع ومعمولها هو دعاء ننتقل إلى سؤال آخر اختر الإجابة الصحيحة المؤمن فطن قلبه كلمة قلبه هنا تعرب ماذا؟ هل هي تعرب فاعل؟ أم مفعول به لصيغة المبالغة؟ أم مضاف إليه؟ ما رأيكم هنا؟ المؤمن فطن فطن جاء منونا هنا فطن على وزن فعيل من هو الفطن؟ هل هو المؤمن أم القلب؟ القلب هو الفطن إذن فطن هنا تعرب ماذا؟ فاعل لصيغة المبالغة المؤمن شكور ربه كلمة ربه هنا تعرب ماذا؟ تعرب بالتأكيد هنا مفعول به لصيغة المبالغة؟ لماذا هنا أعرب مفعولا به؟ لأن صيغة المبالغة شكور جاءت منونة ما الشرط الذي تحقق هنا؟ شكور وقعت خبرا للمبتدأ اجعل صيغة المبالغة مضافة إلى معمولها إن الله علام الغيب فعلام هنا صيغة مبالغة منونة والغيب مفعول به لصيغة المبالغة نريد أن نعرب الغيب هنا مضاف إليه ونجعل علام مضاف إلى معموله ماذا نفعل هنا؟ نقول هنا القاعدة تقول يجوز أن تجر صيغة المبالغة معمولها بالإضافة إذا جردت من التنوين نطبق القاعدة فنقول إن الله علام الغيبي فالغيبي هنا تعرب مضاف إليه في الختام أعزائي الطلاب تعلمنا اليوم وتعرفنا على ما عمل صيغة المبالغة وقلنا ترفع فاعلا وتنصب مفعولا به كذلك بينا متى تعمل صيغة المبالغة بدون شروط إذا اتصرت بها أل وكذلك متى تعمل بشروط إذا لم تتصل بها أل فنقول إذا لم تتصل بها أل يشترط أن يسبقها نفي أو استفهام أو نداء أو أن تقع خبرا لمبتدأ أو حرف ناسخ أو فعل ناسخ أو أن تقع حالا أو أن تقع صفة في الختام أشكر لكم حسن استماعكم إلى أن نلتقي في درس قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته